وهو الخامس عشر من أشواط هذه الفترة الصباحية الخاصة باللقاية في السباق المحلي الثاني هذا الشوت خاص بالبكار ومقدمة الشوت ومن تحتل المركز الأول مياسة تعود ملكية مياسة لعامر بن عبيد بن بعيران المري على مقدمة الشوت وفي المركز الأول ولكن يتنخطف مقدمة الشوت من قبل جناح متعب بن طالب بمحمد بن شفيع المري بن شريم من خلال الشعار شعار بن شريم ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتقدم تقدم ممتاز الدودية عبد الله بن راشد بن محمد الزبداني الدور دور المركز الرابع وهنا القدوم من قبل مصيحة لعلي بن مبارك بن راشد آل بريس المري على المركز الرابع وتليها من الجانب الآخر على المركز الخامس هنا حلوة لمحمد بن راشد بن قطفة البري هذا هو النداء الأول وهذه المراكز المتقدمة المداعة في هذا الشوت الذي بلغ نصابه الواحد وستين مشاركة نعود إلى مقدمة الشوت وإلى المركز الأول مياسة ولكن التسلل على مياسة من قبل الجانب الآخر شعار بن شريم جناح متعب بن طالب بن شريم المري انتزعت المركز الأول في هذه اللحظات وبدلت وغيرت الصدارة هذه جناح متابعين الأعزاء لمتعب بن طالب بن شريم دور دور المركز الثاني ومن تحتل ثاني المراكز هذه مياسة لعامر بن عبيد بن بعيران المري وننتقل إلى المركز الثالث وإنجاز إنجاز لشبيب بن محمد بن عمير الرمزان النعيمي هذه إنجاز على المركز الثالث وعلى المركز الرابع من وسط البكار وفي وسط الميدان حلوة وتعود ملكياتها لمحمد بن راشد بن قطفة المري ووصول أول إداء أو أول نداء لبداودية أو هذا هو النداء الثاني لها عبدالله بن راشد بن محمد بن راشد بن شابل هذا هو نداءنا متابعين الأعزاء الثاني وغيرت الصدارة وانتقلت انتقال ممتاز إنجاز باحثة عن الفوز وعن الإنجاز وعن الفوز بنقطة مهمة في هذا السباق المحلي الثاني ولكن جناح ولكن جناح من الجانب الآخر ومن الجناح الآخر تتقدم تقدم ممتاز بشعار مضمر الغرن شعار غني عن التعريف ويتابعها متعب بن طالب بن شريم المري في هذا الشوت المركز الثالث وهنا عبدالله بن راشد بن محمد بن شابل المري المركز الرابع الخامس والرابع مياسة عامر بن عبيد بن حمد بن بعيران المري نعود إلى مقدمة الشوط وإنجاز إنجاز 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 والفوز يتمنى المشاركين الكيلو متر الأخير الكيلو متر المذير كيلو الأعصاب نتوتر عندما ندخل هذا الكيلو يوم أشوف لوحة الكيلو متر أتوتر الله يكون في عون المشاركين وهذه إنجاز تقود المشاركات في هذا الشوط وحتى هذه اللحظات في موقع الإنجاز شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني على المركز الأول المركز الثاني أول نداء لها هنا ميادين خالد بن هادي بن حمد بن حسين البريدي على المركز الثاني وما زالت إنجاز عصاها مغروسة في البطال ومذبت تثبيت المركز الثالث الوصول من العفريت خليفة بن عبدالله العطية المركز الرابع الرابع هذا الشعار البريس قادم أيضا على ظهر الشاهنية ووصول بالشعار بن شير وما زالت إنجاز على مقدمة الشوط وبشاير الخير تبشر هذا الشعار وتبشر بن شير بالنقطة الثالثة في صباح هذا اليوم يا سلام بن شير متابعينا الأعزاء يبدع شعاره اليوم يتميز شعاره اليوم يا سلام يا بشاير يا بشاير الخير بشاير الفوز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله على بشاير وعلى انطلاقة بشاير حيذا الذلول يا بشاير حيذا الذلول ما شاء الله تبارك الله وسلام يا بشاير سلام سلام يا بشاير سلام تهارينا والناموس على فوز بشاير واختطافها لناموس الشوت تهانينة وناموس على هذا العرض المذهل في صباح هذا اليوم لحظات الوصول للمركز الثاني مياسة لعامر بن عبيد بن بعيران المري المركز الثالث المركز الثالث الوصول من العفريت خليفة بن عبدالله العطية المركز الرابع الشاهنية لطالب محمد بن طالب بن عقيل المري المركز الخامس المركز الخامس كان الوصول من إنجاز شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعمي تهانينة والناموس لمالك بشاير تهانينة والناموس لمالك بشاير علي بن حمد بن عبدالهادي بن شير المري على هذا الفوز في صباح هذا اليوم بن شير شاهدنا هذا الشعار يختطف في صباح هذا اليوم النقطة الثالثة ست دقائق خمسة عشر دهانية و22 جزء من الثانية تهانينة والناموس لمالك بشاير على هذا الفوز المستحق تهانينة العلي بن حمد بن عبدالهادي بن شير المري بسلام يا بشاير سلام المركز الثاني كان الوصول من قبل مياسة ست دقائق وتسعة عشر دانية و12 جزء من الثانية تهانينة والناموس لعامر بن عبيد بن حمد بن بعيران المري المركز الثالث كان الوصول فيه من قبل العفريت وتوقيت العفريت ست دقائق تسعة عشر دانية و42 جزء من الثانية تهانينة والناموس لمالك العفريت خليفة بن عبدالله بن علي العطية تهانينة والناموس لجميع الفائزين